ما الفائدة إذا أخمدت تظاهرات العراقيين بالقوة ولم تحقق مطالبهم؟ بالتأكيد ستعود التظاهرات من جديد وبشكل أكبر وستهدد النظام الحاكم بعد عام 2003 والعملية السياسية ونخبها برمتها بهذا التساؤل وهذه النتيجة بدأت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا لها تحدثت فيه عن الأوضاع الحالية في العراق وما يشهده من تظاهرات حاشدة عمت الكثير من المحافظات ضد فساد الأحزاب الحاكمة يوم يتهجئ قتيل يوم يتحجئ قتيل يسعد ناذر يذل نذير يوم يتحجئ قتيل التقرير ذهب أبعد في وصفه وتحليله لما يجري في العراق قائلا أن سكان جنوب ووسط العراق خرجوا إلى الشوارع مرة أخرى هذا الصيف للاحتجاج على عجز الحكومة على توفير المياه النظيفة أو إمدادات الطاقة الثابتة أو فرص العمل وغيرها من المطالب الملحة بدأت الاحتجاجات في البصرة التي تعتبر موطن معظم حقول النفط في البلاد وتعاني من أهمال حكومي كبير وامتدت التظاهرات إلى المدن عبر الجنوب وأخمدت في بعض الأحيان من قبل قوات الأمن لكنها نشطت من جديد في أماكن أخرى ووصلت في نهاية المطاف إلى بغداد تقرير مجموعة الأزمات الدولية أوضح أن التظاهرات والاحتجاجات التي انتشرت في عدد من محافظات العراق ووصلت إلى العاصمة بغداد نشأت بسبب الغضب الشعبي من فشل الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية وقد حدثت بشكل شبه سنوي لكنها عادت هذه المرة بشكل أكبر جغرافيا وبكثافة لم يشهدها العراق منذ عام 2003 ولم يحتج العراقيون ضد السياسيين الأفراد فحسب بل ضد النظام السياسي كله بعد عام 2003 وهو ما أثار حفيظة نظام المحاصصة الذي بني عليه هذا النظام وهذا ما يؤكد أن الوعود الحكومية المتكررة للمواطن لم تحقق وأن النخبة الحاكمة مفلسة سياسيا وفاسدة هذه التظاهرات العارمة بيّنت عمق الغربة بين الشعب والنخبة الحاكمة التي فشلت على مدى 15 عاما في حماية متطلبات المعيشة الأساسية للعراقيين وظهر ذلك جليا في شراسة الاحتجاجات هذه المرة وتوسع رقعتها وكثافتها ما دفع الحكومة إلى قطع خدمة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال عن المتظاهرين المحتجين وإنزال قواتها بكثافة غير مسبوقة في مناطق الجنوب المنتفض وعطاء الأوامر بالتصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة المئات منهم بجروح